وينضم إلينا في الستوديو المتحدث باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى أهلا بك سيد أحمد مرحبا ست نداح نتحدث عن جباية الكهرباء يعني ما هو سقف الأموال التي تتوقعنا جبايتها في حال تطبيق هذا القامل مرحبا ست نداح يلا ست نجاح مرحبا بجميع مشاهدي قناتكم كل عام أنت بخير وأنت بخير يعني بعد أن كانت خطط مواقعية ولله الحمد اليوم إنجازاتنا باتت على الأرض ضبطنا معنيين بخطوات تصحيحية وكان من جملة هذه الخطوات التصحيحية لتصحيح مسار حكومي بحجم وزارة الكهرباء شرعنا اليوم بحجم أو مشاريع الجباية الإلكترونية طبعا بالبداية نبغي أن نلفت النظر إلى أن كل الجباية لو كان مقدر اليوم لعموم العراق أن يدفع موارد الجباية عن قيمة الطاقة المجهزة فهي بالتالي 4 تريليون دينار هذا نتيجة أن الكهرباء اللي تقدم من المواطنين ما تباع بسعر الكلفة تباع مدعومة حكوميا بنسبة 92% على هذا الأساس تصنف الكهرباء قطع خاسر لأن أنا ما بيع بسعر الكلفة يعني ما بيع بسعر الانتاج والنقل والتوزيع أبيعها بدعم حكومي يصل 92% بغيت أن تحد الوزارة من حجم الضياعات بغيت أن توصل الخدمة إلى حتى المناطق الزراعية والمفصخة عشوائيا وبغيت أن تعظم موارد الجباية ساعة إلى أن تمضي بمشاريع الجبال الكترونية طبعا تستلزم نصب العدادات الذكية تستلزم تنظيم الخدمة إلى المناطق وتأهيل شبكات التوزيع حتى للعشوائيات والمفصخة زراعيا بحسب قرار هيئة الرأي بوزارة كارباء قررت هيئة الرأي أن تعامل المستهلكين غير نظاميين المشتركين غير نظاميين بصفة المستهلكين توصل لهم التيار الكهربائي بذلك تحد من التجاوزات تعظم موارد الجباية تنظم الخدمة بشكل نظامي وحتى تستطيع تحديد الأحمال في أوقات الدروة طبعا أطلقنا المرحلة الأولى من هذا المشروع الرائد بمناطق منتخبة أطلقناها ببسماية بجانب الرصافة وبحي الجامعة بجانب الكرخ وقدمنا دراسة كاملة بعد أن أعدتها الكهرباء بشكل مستفيد مع الشركات طبعا عالمية السقر الزمني سيد أحمد الآن نقدم إلى مجلس الوزراء بغية مناقشة تدري هذا القرار أو هذا المشروع يحتاج إلى إقرار لمجلس الوزراء نحن قدمناه بملف متكامل ودراسة مستفيدة ننتظر إن شاء الله بعد العيد أن يناقش بمجلس الوزراء ونصل إلى قرار بغية أن نمضى به مش قد يحتاج يعني بعد ما يتم إقراره من مجلس الوزراء يعني هيئة الرأي في وزارة الكهرباء حدد السقف زمني معين لا بالنسبة إلى قرارات هيئة الرأي سعت إلى أن تقدم الخدمة إلى المشتركين غير نظامين وتعاملهم مستهلكين ومضت بهذه الإجراءات بقى مشاريع الجبال الكترانية لنستلزم نصب العدادات الذكية طبعا لما أقول عدادات الذكية خلاص المواطن يعني بعد ما يتعامل مع قار المقياس ما يتعامل مع القراءات التقديرية ما يتعامل مع حطل المقياس وبالتالي أقول نصب العدادات الذكية تنظيم شبكات التوزيع تحديد الأحمال لحد من الضياعات هذا المشروع سيأنبيه حتى نمضي بهذا إحنا أطلقنا المرحلة الأولى من المشروع هذا الرائد بمنطقتين أشارت إلى رح ندرس معايير هذه التجربة ونجاحها إن شاء الله من بعد أن يناقش باستفالة مع مجلس وزراء ويقرر سنمضي بإتباعا بحسب مناطق ومحفظات طيب سيد أحمد أما مدى إمكانية تطبيق هذا المشروع في ظل شبكة توزيع للكهرباء قديمة وأيضا مخصصة أو معدة لنصب السكان الموجودين الآن يعني مدى نجاح هذه التجربة لا بد أن تنجح هذه التجربة لأن اليوم إحنا تمدنا هذه الدراسة التجارب العالمية الدول الجوار الدول المحيطة والدول الإقليمية من خلال الطلاع على تجاربهم ماذا أولى فلزاما أن تنجح هذه التجربة لأن تحصل موارد وجور جماعة الكهرباء وأن نحد من الطاقة اليوم مهما أنا أصعد بالإنتاج مهما أفكي الاختناقات بظل هذا الاستلاك المفرط ما رح أقدر أواكب زيادة الطالب عليه لابد من تقنين هذا بمشاريع الجمال الكترونية فلزاما أن ينجح هذا واحد ثانيا إحنا خططنا اللي عديناها ودراستنا دراسة كاملة وناجحة إن استسيغت بمجلس الوزراء ستكون ناجحة مدى الالتزام أو مدى كفاءة شبكة التوزيع من جملة معطيات هذا المشروع أن ينظم شبكات التوزيع وأن يؤهل شبكات التوزيع قادرة على أن توصل خدمة نظامية وأن تستحصل بها موارد يعني هناك خطوات استباقية لهذا المشروع يعني بالتأكيد عملنا بها مبكرا وسنستكمل هذه الإجراءات في حال مرر داخل مجلس الوزراء نتحدث عن الآلية بالتحديد كيف ستكون الجباية إلكترونيا في المنازل وفي المناطق بالعموم يعني ينصب عداد ذكي هذا العداد الذكي سيكون قراءة ديجيتال إما يتعامل بالفيزا كارت يتعامل بالمواطن بحسب شحن الكارت أو البطاقة أو يصار إلى أن تكون القراءة الإلكترونيا تتحكم بها وزارة الكاربا من حيث الأحمال وتمنع التجاوز على هذا طبعا أتمدنا كل النماذج العالمية والمعايير العالمية بهذه التجربة نعتقد أنها ستكون رائدة كان المفترض أن تأتي قبل هذا الوقت لكن أن تأتي الخطوة خير من أن لا تأتي أو الأسعار ستختلف أيضا؟ لن تختلف الأسعار سيبقى ذات الدعم الحكومي المقدم للمواطنين لن يؤثر سلبا على دخل المواطن أبدا نعم المتحدد باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد موسى شكرا جزيلا ضمنك إلينا شكرا لجرامة حياةكم شكرا للمشاهدة